طيب لما تلاقي النهاردة على سبيل المثال الرئيس بيتطمن على المخزون الاستراتيجي بتاع السلع والاكل والامن الغذائي خد بالك من الجملة الرئيس بيتطمن على المخزون مش بيقول عايزين نعمل مخزون بيتطمن وبيأكد ايه على الحكومة بيأكد انه نحافظ على استقرار المخزون بتاع السلع الغذائية الامن الغذائي المصري ده معنى ايه؟ معنى انه السلع موجودة معنى ان احنا عندنا مخزون يكفينا يعني ممكن في معرض الحلقة او في حلقة تانية اللي حقنا يعني النهاردة خير وبركة ما الحقناش تعال نتكلم بعدين يعني بكرة وبعده الايام بإذن الله سبحانه وتعالى يديلنا وديلكم العمر جاية كتير اقدر اكلمك على المخزون بتاعنا يكفينا قد ايه لسنة تلاتة وعشرين مش اتنين وعشرين اوعى تخلي حد يلعب لك في دماغك اوعى خالص خلي دايما عندك قدرة على الرد طيب انت تقدر تاخد قدرة الرد دي من ايه؟ من الحقيقة والرقم اللي عنده حقيقة تانية او رقم تاني يظهرهم لكن جماعة الاخوان طول الوقت بتشتغل على ايه؟ قل لي مرة جماعة الاخوان ذكرتلك رقم واحد صحيح او ذكرتلك اي حقيقة او رقم او ذكرتلك اي طرح بديل او ذكرتلك اي حلول لاي شيء الجماعة لا تعمل الا على بسم الله عليك هي عايزة تنغص عيشتك تسود الحياة قدامك وبس طيب ليه بتسود الحياة قدامك؟ لما صلحتها هيجيلك احنا كنا نحمل الخير لمصر طيب احنا ما شفناش منكم خير يعني وما شفناش خير من الجماعة في اي دولة وصلت لها احزاب الجماعة للحكم بل بالعكس ده احنا ما شفناش غير تدمير اقتصادي غبوط في اسعار العملة الى اخير ازمة اقتصادية ايه اللي متعلقة بمصر بس لا ازمة اقتصادية دي في الدنيا واللي يقول لك غير كده كذب وحط اصباعك في عينه ده الازمة في الدنيا اصعب من اللي عندنا هنا اصعب علشان احنا اجمد يا يوسف؟ لا مش عشان احنا اجمد بمنتهى البساطة عشان انت خدت بس شوية اجراءات من 16 لحد اللحظة اللي احنا فيها بناخد شوية اجراءات من شأنها ايه؟ مثلا يبقى عندك احتياطي استراتيجي عليه الايمة من السلع المهم زي ما عملنا صامع الامح وزودنا الرقعة الزراعية بتاعت الامح فيبقى عندك احتياطي اه تزود المساحات اللي مزروعة بالرز تزود المساحات اللي مزروعة بنجر سكر ايه لخي الاخي فيبقى فيه عندك ايه؟ فيه عندك حصيلة او محصول كافي من بعض السلع ده على بنجر السكر وصناعة السكر تحديدا تقريبا احنا بنتكلم تقريبا 99% يعني 1% وتبقى عندك اكتفاء ذاتي كامل ده ده اللي عمله الرئيس السيسي ده ده اللي عمله الجمهورية الجديدة ده ده اللي عملته الدولة في خلال الثامن سنين لحد قبل ولا حد فيه فيش طيب لكن هرجعك بقى طب والامح عندنا اكتفاء ذاتي لا ما عندناش اكتفاء ذاتي بس احنا لولا اللي حصل في اتساع الرقعة الزراعية المزروعة قمحا على رأي افلام الكرتون المدبلجة حنطة يا راجل ده احنا قعدنا لحد 2014 كنا التلتبع الصامع اللي عندنا صامع تراب اللي بيعملها اهلنا في الرياف بالقيد كده يعني تخيل بتعمل الصامع من القرن الحداشر وانت في القرن الواحد وعشرين يعني كنت متأخر عشر قرون بالميت بالميت اهدى على نفسك وما تخليش حد يلعب معاك اللعبة دي يعني ما تسلمش دماغك لحد سلم دماغك لنفسك سلماش ليوسف هيجو اه تسلمها لك ايه لا ما تسلمها ليش انا سلمها لنفسك انت انت تسأل نفسك كده هيا هو في عيش ولا لا فيه في سكر ولا فيه في زيت ولا لا فيه